تابعين معكم مشاهدينا بجنس الثالث من حلقة اليوم من برنامج حقك بإيدك وضيفة بهذه الحلقة الفقرة دكتور زهير برو رئيس جمعية المستهلك مساء الخير مساء النور إليك وجميع المشاهدين دكتور برو شو رأيك يعني باللي حكي معالي الوزير شو رأيك بالسلة الغذائية بداية نحن كمبدع عام مش كتير من حب الدعم العمومي هيك منفضل بالمطلق أنه الدعم يروح للعائلات الفقيرة لا بدنا ندفع للغناية هلأ هذا الدعم خاصة فوجئنا نحن واتستمعت لمعالي الوزير أنه المبلغ هو بحدود 50 مليون دولار شهرية يعني من حكب 720 مليون دولار سنوية هذا المبلغ كنا منفضل بالكامل لأنه يروح نحو الانتاج اللبناني للزراعة ودعمها والصناعة ودعمها لأنه هذا مفاعله على الاقتصاد الداخلي وعلى تخفض لسعرها كتير منه ندعم الاستهلك بس هيدا على المدى البعيد بدأت تصير نرى عم بحكي على سنة عم بقول أنا بسنة بسنة اليوم بس الناس بدأ هلأ الناس ما بقى عندها لا قدرة شرائية يروح للفؤرة فورا ما بدون المرور عبر السلسلة اللي صارت نحن تأدنا السلسلة كيف يعني؟ يعني اليوم عمين عطى المصاريها للتجار لحتى التجار تخفض أسعر أول شيء في عطل كبير بهذا الخيار التجار ذاتهم هذي المستوردين الكبار هني وراء أزمة البلد ومش صحيح بقصة الدولار مثل كانوا عم حكوا الشباب قبله بشوي انه المشكلة يجت مع الدولار كيف هالحكي؟ اخر عشر سنين الزيادة بأسعار السلع بالدولار اللي هو كان سابت بحدود 120% السلسلة الرطب وراء الواتب طلبت 120% وحصلت عليها لأنه ارتفعت الأسعار بشكل جنوني آخر عشر وخمسة عشر سنة فما حدا يجي يخترع لنا هالفيلم هذا أنه لا كله هذا جديد وسواء الدولار يه 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 هاي وحدة اتنان تاني شيء تجار هاودي ما هاودي محتكرين هلا هني بيدعوا وبيقولوا لا ما نحنا فينا نعطي الأرقام كم في تاجر بيستورد الرزل على لبنان كم واحد للأمح كم واحد للحبوب وبهي أسعار ببيعة ما علي شيء الأسعار اللي عم تنبيع فيها اليوم في لبنان هي أغلى من أي دولة تاني بالمنطقة أو بالعالم يعني هي بيقدموا فواتير نحنا لا نسق بهذه الفواتير إذا أنا بدي تحكي بالفواتير فيني طلع لك بعض الأرقام بتتعلق مثلا على المسأل بالإدوية الإدوية اليوم عم تنبيع نفس الدواء يعني فيني حط حط عملتون بس لحتى تاخدي فكرة زيرة عن الموضوع إدوية مهمة جدا استخدامها شبه يومي أو يومي عفوا يومي اللي بتتعلق بالضغط بتتعلق بالسكري بتتعلق يعني هايدي بالأمراض المزمنة يعني هايدي مصروفة هائل نعم بتلاقي سعره بأوروبا 8000 ليرة حقه هانو 21000 نفس الشيل ميكارديس هايدي عم بحكي عن مئات نعم فنحنا اليوم ننفخ التاجر المستورد بينفخ الفاتورة الأساسية حتى يزيد ربحوا فيها نفس الشي عم بصير بكل شي فأنت عم تسلمي رقبة اللبناني عم تسلمي 720 مليون دولار سنوي لهذا التاجر لحتى الحمد الله إنما تجارته يتحسن ما تطلعنا على الأفران كلهم بنوا من مصريات ودعم الدولة هذا المبدأ خطأ بدهم نروح أولا للفؤراء اثنين خلينا نروح لناس يفوضون الجيش مثلا باطي مثلا نحنا ما استشارنا الجيش بهذا الاقتراح بس في اليوم تعاونية الجيش هن تقوم بعملية المفاوضات بتجيبلك أحسن سعر بالخبز عم 900 ليرة عم ينبيع للجيش كيف هذا إذا كل فوتو عم بيعدعوا 1400 ليرة للألف جرام كيف عم يعطوا للجيش بـ 900 ليرة كيف يعني أنا كجيش إذا أنا معي بطاقة بقدر لا 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 الجيش عم يشري عم يشري للجيش تعاونية الجيش هن بيفوضوهم بيدفعوا حق 900 ليرة 900 ليرة طيب كيف هذا وبيحكوا هيك شو أنه جمعية يعني جمعية خيرية خلي هذا الموضوع ممكن جدا الجيش يستلموا ساعتها بنجيب أحسن الأسعار وبتتوزع فقط للفقراء هيدا رأينا بس هيدا السلة الغذائية هي مش للفقراء طبعا لا نحن عم يحكم على الأساسية طيب بس اللي بدوا يستفيد منا واللي بدوا يدفع أقال هو اللي بح يكون بحاجة أو اللي معود على رز معين ما رح يروح نشتري رز بس لا 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 إذا هو طبعات الوسطى تستفيد طبعات الوسطى وغيرها وغيراتها هذا المبدأ إذا بعت في طبقة وسطة يا دكتور مش بس هيك ما علي شيء هي طبعا موجودة بحدود معينة بس موجودة طبعا قليلي جدا صح بس إنه هدا رح يروح للفقراء التاني شيء بدي وضح شغلي تاني السلسطة التجارة بلمدن منعرفها ولا ما منعرفها المستورد الرئيسي بيمروا على تجار الجملة نعم لأعدادهم كبيرة اللي بيسمون الموزعين على نصف الجملة تجار نصف الجملة ثم التجار الصغار عم نحكي مئات ألوف المخازن والتكاكين بالبلد أكثر من 350 ألف طيب هاو دي مين بيرائبون هاو دي وشو بده يصير طب شو رأيك اليوم بقانون المنافسي اللي عم تشتغل عليه وزارة الاقتصاد قانون المنافسي يعني أول شيء صارنا عم نشتغل عليه 15 16 سنة وكان في فيتو عليه من قبل التجار واتصلوا فينا البنك الدولي من خمس سنين ست سنين واشتغلنا معهم من شان اقراروا تاني جانت دائما الأحزاب الطوايف تلغيه طيب هلا الوزير اشتغل على مشروع بدنا نشوفه بدنا نشوف المشروع نحنا قبل ما اطلعتوا عليه حاطينوا على الويب سايت طبع الديمقراطية مقاسب جدا يعني الديمقراطية مش هاك بديمقراطية هاي شعبوية صارت بيجي بنقال المتخصصين بهذا المضوع شرفوا نقشوا هذا المضوع بيجي بنقال المتخصصين وجهات دولية كمان يعني ما عم نقولك البنك الدول يشتغل ناسا ومعهم هدا يعني مثل قانون حماية المستهلك شغلينوا مع جهات دولية يعني بس معلش هذا الموضوع نحنا عنا يعني معلش في اليوم اربعة وخمسين قانون موجودين طلعين ولا هلا ما تنفزوا بلبنان فيعني قانون حماية المستهلك اليوم بنود التنظيمية مش طلع قانون سلامة الغزاء طلب الالفان وخمسة عشر لليوم مش شايفين شكله ولونه فاليوم هذا المواضيع جيد وليزم ينشغل علي بس اليوم انا رأي اي اي توجه لازم يتناقش مع المتخصصين بهذا الموضوع مع ممثل المستهلك لإسمهم جمعية المستهلك قانون اللبناني بيقول هك لا ما بيطبقوا لا اليوم المجلس الوطني لحمية المستهلك مش عم يجتمع لحتى جمعية المستهلك ما تكون موجودة وزارة الاقتصاد مع كل احترامنا لنواية طيبة لمعالي الوزير اجتمع صار كذا مرة مع الافران قاموا الافران قالوا له من البداية ما بدنا جمعية المستهلك او مخربين قاموا وفق وصحب بالرغم ان كان العضوين من عندنا موجودين بالاجتماع او الاجتماع طلب مننا الانسحاب هذا اول شي غير قانوني نحن لكي ناس جدا جديين وشغلنا هذا نحن كل مطوعين معنا موظف واحد عم نشتغل منشان الشعب اللبناني من 22 سنة عم ندفع اسمان عالية اليوم على اي وزير اي حكومة التزم بالقوانين نحن مش دولة قوانين دكتور برو كانت جمعية المستهلك كنت احكيت حضرتك قبل ان حجم ارتفاع الاسعار هيوصل الى 300 بالمية نعم بس بعدينها رجعت تغيرت وقلت انه لا لح يا عمي ما قلت هيك في توضيح اسف جدا يعني قلت انه انه المواد الاساسية اللي هي محروقات واتصال قلت ما تغيرت اسعار نعم عم اقول انا يعني بالجمعية وقت اللي طلعت البيان عم اتوضح شغلي انه 72 بالمية اللي هو الارتفاع الاسعار بالنسبة للسل ال 145 صنف نعم اللي منشتغل علي هون هايدي طلع 72 بالمية بس قلنا في سلع كهربائي معادن برادات غسلات كل هايدي الانواع بويا حديد كله هدا هدا بالدولار فورا نعم يعني 220 بالمية لانه نحنا اجاعة طيراضات من بعض المتخصصين للجمعية انه شو عم تقولوا بس 72 بالمية في شغلات طلعت 300 بالمية نحنا بنعرف في شغلات حتى عشر مية أداة طلعت عشر أضعاف نعم يعني ألف بالمية بس مش معناته هدا انه مجموع السلع عم نقول عم نقول لنميز للناس بين هاو دي السلع مية وخمسة واربين سلعة وخدمة اللي نحنا زيت الاسلاك اليوم شيء و سلعة تانية الكمبيوترات كله اليوم من خسب الدولار في كلمة أخيرة كلمة أخيرة انه نحنا نتوجه لوزارة الاقتصاد لنقول لها المبلغ مثل هذا 720 مليون دولار يجب تزهابوا إلى الطبقة الفقيرة فقط ولا يستعميموا على كل الشعب اللبناني اليوم مش قراءة انه الخفض التسعار كافية يجب تزهابوا نحو السياسات تحمي البلد بظل أزمة رح تكون طويلة كتير شكرا اكتلا شكرا دكتور زهير برو رئيس جمعية المستهلك مشاهدينا موعدنا بيجدد الأسبوع المقبل بحلقة جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة